موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الكرام لحلقة جديدة من كشك الصحافة ونطالع فيها أهم وأبرز مقالته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من موقع عدن الغد والذي تناول موضوع فرحة من نوع آخر تحدث في اليمن وعنون في صفحته الرئيسية زغارد بالمعلة احتفاء بوصول المولدات الكهربائية وقالت التفاصيل عمت حالة من الفرح مديرية المعلة بعدن في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس إثرى وصول مولدات الكهرباء الخاصة بكهرباء عدن وقال الموقع وصلت المولدات على متن عدد من القاطرات قادمة من البريقة صوب محطة حجيف وخرج العشرات من المواطنين لاستقبال المولدات وأطلت نصوة من البنايات وأطلقنا الزغاريد فرحا بوصول المولدات يتابع عدن الغد تحول المشهد إلى ما يشبه احتفالات الأعراس حيث سار المواطنون إلى جانب المولدات في طريقها إلى محطة حجيف من عنوين الموقع غارة جوية تدمر سيارة محملة بالأسلحة تابعة لتنظيم القاعدة بشوة وإلى موقع عدن تايم الذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان البنك الدولي يعاود تمويل مشاريع تنموية في اليمن ويقول الموقع إن البنك الدولي أصدر أول خططه التنموية والإنسانية الجديدة الخاصة باستئناف دعم المجال التنموي والإغاثي بعد أن توقفت مئات المشاريع التنموية التي تستهدف الفقراء في النصف الأول من العام الماضي وكان البنك قد جمد أنشطة 19 مشروعا كان يمولها بقيمة إجمالية قدره أكثر من 900 مليون دولار قبل نحو عام عندما قررت جميع المؤسسات التمويلية الدولية إغلاق مكاتبها وتعليق تمويلها للحكومة اليمنية إثر اعتقال جماعة الحثيين للرئيس الشرعي ووضعه رهن الإقامة الجبرية وقال مصدر حكومي أن البنك الدولي سيقوم خلال الشهر الجاري بالمصادقة على اتفاقية منحة تعد الثانية منذ انضلاع الحرب لتمويل البلاد بمبلغ إجمالي 50 مليون دولار عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن بيان مجلس الأمن وعن كواليس جلسات تعقد بخصوص العديد من القضايا بينها القضية اليمنية وعن وضع الحكومة الشرعية في حال رضوخها لمطلب الإنقلابيين كتب مراد هاشم مقاله المنشور في موقع الموقع بوست وقال الكاتب من دبلوماسي سمعت العبارة التالية لا أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي لاعتراض الروسيا على البيان ومنعها اعتمادة هناك سبب أخر وقد لا يكون ذا علاقة بالبيان من أساسه خصوصا أن روسيا كانت شريكة في بيان مجموعة الثمانية عشر حمل مضامين مشابهة الفكرة ذاتها سمعتها من دبلوماسي آخر تزامن ذلك مع أول لقاء جمع المبعوث الخاص في صنعه مع الرئيس المخلوع ولم يكن لاحتجاج مسؤولين يمنيين على ذلك أي أثر فالمنظمة التقت وتلتقي بمتمردين ومطلوبين وأسماء في قائمة العقوبات إن اقتضت الحاجة الإنجاح الوساطة في أي نزاع كان هذا رد المنظمة وفقا لمراقبين فإن استجابة الحكومة لأي ضغوط تعيدها أسيرة مجددا إلى صنعه ستؤدي حتما إلى خسارة القاعدة الشعبية المؤيدة لشرعيتها في الداخل وإن حدث ذلك خسرت أهم ورقة بل كل الأوراق في الداخل والخارج ويبدو لكثيرين أن السلطة الشرعية كما تحتاج إلى القوة والفطنة على طاولة المشاورات تحتاج إلى التحلي بهما أيضا بالكفاءة في إدارة شؤون المناطق المحررة لأن ذلك دورها وكي تسحب مزيدا من الأوراق من أيدي الإنقلابيين وإلى الموقع الموسط الذي تابع أحد الموضوعات وعنوا الحرب تحرم معظم سكان تعز من مصادر دخلهم وتضاعف معاناتهم وقالت التفاصيل يعاني سكان مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من عام من قبل ميليشيا الحثي والمخلوع صالح الانقلابية من تدور الأوضاع المعيشية والإنسانية بشكل غير مسبوق وتشير التقارير إلى أن الأمن الغذائي والمعيشي بات شبه منعد في تعز الأمر الذي يجعل من المدينة على موعد مع كارثة معيشية مؤكدة خصوصا أن معظم السكان يعيشون تحت خط الفقر بينما فقد معظم السكان أعمالهم جراء الحرب والحصار يتابع الموقع أثرت الحرب التي شنتها ميليشيا الحثي والمخلوع الصالح على مدينة تعز على الحركة التجارية والصناعية وحتى الزراعية الأمر الذي تسبب في تعطيل العمل في معظم الشركات والمؤسسات والمحال التجارية وحتى المشاريع الصغيرة وعن مصير العمال يقول الموقع أصبح الآلاف ممن كانوا يعتمدون على تلك الأعمال بلا مصادر دخل سرح الآلاف من أعمالهم وتعذر عليهم البحث عن فرص أخرى في المدينة التي دمرتها الحرب والحصار وإلى موقع التغيير نت والذي عنوان في صفحته الرئيسية كتيبة الحسم تصل الجوف بكامل عتادها بعد تلقيها تدريبات قتالية متطورة وقالت التفاصيل قالت مصادر عسكرية إن كتيبة تابعة للقوات الحكومية أطلق عليها كتيبة الحسم وصلت بكامل قواتها لعاصمة محافظة جوف وأضاف الموقع أن الكتيبة وصلت المحافظة بكامل عدتها العسكرية والطبية وأنها ستتجه غرب الجوف لاستلام مهمة التقدم نحو حرف سفيان والمديريات المحيطة بها بمحافظة عمران الأفعى تطل برأسها تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقالا شرح فيه حذر كثير من المفكرين الطلائعيين من خطورة التطرف الديني الذي هو أبشع أنواع التطرف وأكثر جرما من التطرف القومي أو الوطني أو العرقي أو السلالي وما هو حاصل اليوم من تطرف يضرب العالم هو ظفيرة من الأصولية الدينية والشوفينية القومية والنازية العرقية والانغلاق الوطنين انهار الإنسان داخلنا فعدنا عربا وأوروبيين سودا وبيضا مسلمين وغير مسلمين سنة وشيعة كاثوليك وبروتستانت إشكيناز وسفيرديم الهوية الإنسانية هي الهوية الجامعة لأننا وإن اختلفت أعراقنا وأدياننا نظل بشرا رغم نتوءات الجغرافية وجراحات التاريخ ومع ذلك تنهار هذه الهوية الجامعة يوما بعد يوم لصالح القيتوهات والكانتونات الدينية والعرقية اليوم الأصوليات المخيفة تطل برأسها كأحدى الأفاع المذكورة في كتب الأساطير القديمة ولكنها هذه المرة أفعى حقيقية تطل من أقصى نقطة على خارطة التراب الإسكندنافي إلى أبعد قطرة ماء في بالي اليمين المسيحي يقرع أبواب البيت الأبيض وهذا اليمين هو الذي دمر العراق وأفغانستان وسعر نار الإسلام فوبيا والتطرف الإسلامي يضرب بجنون في إسطنبول وباريس وبغداد وعدن والحبل على الجرار ورؤية بن لادن عن الفستاطين تقترب وصموئن هنتيكتون يتغلب بشكل مثير على فرانسيس فوكوياما والحضارات تقترب من لحظات الصراع ودونالد ترامب ومارلين لوبان وعمدة لندن السابق يتنفسون بارتياح أرصدتهم السياسية تتصاعد والفستاطان يتميزان موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسة استبعاد أعضاء من الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت وتعيين آخرين قال مصدر حكومي مطلع على مشاورات السلام اليمنية في الكويت إلى تغييرات تمت في أعضاء الوفد الحكومي وإن آخرين تم استبعادهم من الفريق الذي يقوده وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وأضح أنه تم تعيين البرلماني علي عشال ومستشار الرئيس نصر طه مصطفى ووزير المالية السابق صخر الوجيه وعلي منصر رئيس الحزب الاشتراكي في عدن بدلا عن مرفة مجلي وخالد باجنيد والوزير محمد أسعدي وأضاف الموقع أن التغيير جاء بعد ساعات من إعلان الحكومة المشاركة في الجولة الثانية من مشاورات الكويت بعد تلقيها ضمانات من قبل المبعوث الأممي وفي موقع يمن مونيتر نستعرض منه أهم العناوين الواردة في الموقع المشاورات اليمنية تلتائم بعد شق الأنفس في الجولة الثانية وعنوان الموقع أيضا المخلافي اتفقنا مع ولد الشيخ على أن لا تزيد المشاورات المقبلة عن أسبوعين ومن عنوان الموقع الحوثيون يواجهون أزمة السيولة النقدية بزيادة تعريفة الكهرباء 700% كما عنوان الموقع أهالي مختطفين يشكون ابتزاز جماعة الحوثي لهم في الحديدة غربي اليمن وقال الموقع شكى أهالي مختطفين لدى جماعة الحوثي المسلحة من إجراءات صارمة تمارسها بحق أبنائهم المختطفين في زجن القلعة بالحديدة غربي اليمن وكشف الأهالي في حديث اليمن مونيتر عن عمليات ابتزاز تمارسها جماعة الجماعة بحق الأهالي بتقاضي مبالغ مالية مقابل إيصال الغذاء والملابس لأبنائهم المختطفين وقبل مطالعة أهم ما قالت في الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فصل قصير ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدين ونصحابكم في جولة لاستعراض أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من صحيفة العرب الجديد والتي عنوانت اعتقال خلية للحوثيين في إيب وصاروخ يستهدف التحالف وتقول العرب الجديد ألقت المقاومة الشعبية في محافظة إيب القبض على عدد من المسلحين التابعين لجماعة الخوثيين وبحوزتهم متفجرات وأجهزة لاسلكية وأوضح مصدر في المحافظة أن المقاومة الشعبية في محور إب الغربي تمكنت من اعتقال خلية إرهابية مكونة من ثمانية عناصر مشيرا إلى أن الخلية حاولت التسلل إلى منطقتين الشعاور والأهمول غرب المحافظة لتنفيذ أعمال تجسسية واغتيال قيادات في صفوف المقاومة وأنه تم تجريدهم من السلاح والمتفجرات والأجهزة اللاسلكية وإيداعهم السجن وقال المصدر ذاته أنه من خلال التحقيقات الأولية ثبت أن الخلية متورطة بأعمال إجرامية منها تنفيذ غتيالات طالت قيادات للمقاومة الشعبية في اليمن وأضاف تؤكد المعلومات أن الخلية ترتبط بغرفة عمليات تابعة لجماعة الخوثي في العاصمة اليمنية الصنعاء وتم معرفة ذلك من خلال رسائل نصية في هاتف خلوي لأحد المعتقلين معكدنا أن الحوثيين سعوا للإفراج عن المعتقلين عبر وساطات قبلية لكن المقاومة رفضت ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن السفير اليمني في بريطاليا ياسين سعيد نعمان تحذيراته من خطورة تكرار التجربة عام 2014 عندما شكلت حكومة الكفاءات في ضل سيطرة عسكرية لطرف على العاصمة آنذاك وأدت إلى هذه الكارثة وأضف السفير أن الإنقلابيين استخدموا التفاوض لتعزيز وجودهم والبحث عن الحل في إطار ما أقدموا عليه وهو منهج أدى في نهاية المطاف إلى إفشال الجولة الأولى من المفاوضات وخطب السفير المبعوث الأممي اتباع مسار منهجي يقوم على نفس القاعدة التي أعلن هو نفسه موافقة الأطراف المختلفة عليها وهي مرجعيات الحل الشامل ومضمونها إنهاء الانقلاب ووضع آلية للعودة للعملية السياسية تتوفر فيها شروط بناء الثقة وتابع السفير قولة حجم التضحية التي يمكن أن يقدمها الطرف الذي يبحث عن السلام فعلا وقولا لا بد أن يقدر بمدى استعداد مشعدي الحروب للتخلي عن منهج الحرب وله شروط لا يمكن إغفالها حينما يتعين عليهم اجتياز اختبار المصداقية واتخاذ قرارات حاسمة بإنهاء الانقلاب ومعه إنهاء السيطرة بالقوة المسلحة على مؤسسات الدولة وإلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت في أحد موضوعاتها الشرعية تضرب مخططات الإرهاب وقالت التفاصيل ميليشيات الحوث والمخلوع الصالح يقفون وراء التنظيمات الإرهابية خصوصا في المدن المحررة من سيطرتهم على أمل النجاح في تنفيذ الأجندة السياسية الخاصة بهم كما أن الانقلابيين يحاولون الانتقام من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإفشال الانتصارات التي تحقق بمساندة من دول التحالف في مختلف المدن وفي هذا الإطار شهدت الأيام القليلة الماضية نجاح قوات الشرعية والتحالف العربي في إحباط مخططات هذه العصابات الإرهابية في مختلف المناطق المحررة وكان من أبرز هذه النجاحات هو ضرب محاولة جديدة لميليشيا الحطي وصالح بالتقدم نحو مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن استراتيجية إنهاء الانقلاب تحت هذا العنوان كتب خالد الصمد ما قاله المنشور في الراي بريس وقال الكاتب إنهاء مشروع الانقلاب يبدأ من تحرير مداخل تعز لأن ثقل تعز السياسي والثقافي والجغرافي يسقط عن الانقلابيين أهم محافظة يمنية التي تعد ميزان المتغيرات السياسية اليمنية والتي يقع فيها ميناء المخى وموقعه الاستراتيجي إلى جانب استعادة المخى يكون ميناء الحديدة بذلك تكون الشرعية قد أحكمت سيطرتها على الساحل الغربي إلى الجنوبي الشرقي ومن هذه الاستراتيجية أيضا تحويل إرادات النفط والموانئ إلى بنك مركزي خارج صنعاء في إحدى المدن المحررة أيضا لكسب الولاء الشعبي يجب أن تكون المحافظات المحررة نموذجية من حيث الاستقرار الأمني توفير الخدمات احترام القانون وحقوق المواطنة العمل وفق أهداف موحدة للشرعية والتحالف تحفظ أمن الوطني والمنطقة والأمن القومي العربي وأيضا إلغاء كل مجالس المقاومة وتشكيل قيادة موحدة وحفظ ممتلكات المواطنين وضبط التصرفات الخاطئة من كل الأطراف وبسط نفوذ جيش الدولة وأمنها ومن هذه الاستراتيجية طمأنة المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب في شراكة حفظ السلم العالمي وعلى كل قيادات المقاومة في كل المحافظات إرسال رسائل تطمين أن السلاح يسلم لجيش وطني ولن تكون هناك دويلات داخل الدولة مهما كان انتماؤها وولاؤها وإلى صحيفة الحياة اللندنية حيث عنونت ممانات مكتوبة أعادت الوفد الحكومي اليمني إلى الكويت وقالت الصحيفة حسمت الحكومة اليمنية أمرها وقرر الرئيس عبد الرب منصور هادي ومستشاروه عودة وفدهم المفاوض إلى الكويت لاستئناف مشاورات السلام وتتابع الصحيفة أعادت ضمانات مكتوبة قدمها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ويد الشيخ أحمد وفد الحكومة الشرعية إلى طاولة المشاورات وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عضو الوفد اليمني المفاوض عبد العزيز جباري للحياة أن المبعوث الأممي قدم ضمانات مكتوبة بالالتزام بالمرجعيات الدولية وعدم التطرق إلى أي قضايا أخرى وقال جباري تلقينا ضمانات مكتوبة بأن المشاورات المقبلة سيتم خلالها الانتزام بالمرجعيات المتعارف عليها والتي تستند إلى القرار الفين ومائتين وستة عشر والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وبأن النقاش سينحصر في الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة صحيفة الخليج الإماراتية تابعت الوضع الميداني وعنونت قوات الشرعية تتقدم بثبات في صرواح ونهم وفي التفاصيل واصلت قوات الشرعية اليمنية تقدمها في جبهتي صرواح ونهم لفتح الطريق إلى صنع وأضافت الصحيفة تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على حيد النظارة في مديرية صرواح غرب مأرب عقب مواجهات عنيفة مع ميليشي الحطيم والصالح الإنقلابية وأسفرت المواجهات في صرواح عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيات وتابعت الصحيفة أن قوات الشرعية شلت هجوما عكسيا على مواقع الميليشيات في جبال يام في فرضة نهم بمحافظة صنعاء الأمر الذي أجبر عناصر الميليشيات على التراجع والفرار في تلك الجبهة وخلال ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على تجمعات الميليشيات أثناء تراجعها وإلى صحيفة البيانة الإماراتية والتي عنونت الشرعية تسيطر على مواقع جديدة في مأرب وتتقدم في تعز وفي التفاصيل تقول الصحيفة تمكنت المقاومة الشعبية من تحقيق تقدم على الأرض والوصول إلى مشارف مجمع الصراري في منطقة الصراري شرق جبل صبر بتعز في الوقت الذي ما تزال فيه المعارك مستمرة بين الطرفين وقال مصدر إعلامي للبيانة إن الاشتباكات اندلعت بين المقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثيين عاقب فشل وسطة قبلية تبناها شيوخ قبليون في منطقة الصراري الأسبوع الماضي لإيقاف التصعيد في المنطقة وإلزام المتمردين بتسليم السلاح الثقيل إلى أن عدم التزام الإنقلابيين أدى إلى اندلاع المعارك من جديد وبحسب مصدر في المقاومة الشعبية فإن حصيلة الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد أفراد المقاومة الشعبية وأربعة من الميليشية قمة الفرص الضيقة تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي مقاله المنشور في الشرق الأوسط وقال في تاريخ الديمقراطيات الغربية الحديثة كثير من حملات التخويف ليس آخرها ما جاء في تقرير تشيل كوت بخصوص العراق بل هي طريقة معتمدة ومتعمدة خذ مثلا موقف رئيس الولايات المتحدة إبان الحرب العظمى الثانية فرانكلين روزفيلد محاولا تجنيد الرأي العام الأمريكي للاشتراك في الحرب العالمية الثانية من أجل مصالح أمريكا الاقتصادية يخاطب مواطني من خلال الراديو بقوله المرتبات وساعات العمل سوف يحددها لكم هتلر بينما المزارع الأمريكي سوف يحصل على دخله من مزرعاته بالضبط كما يحدد هتلر ليس أعظم من هذا التضخيم الذي هو لعبة السياسيين الغربيين غير تضخيم خطر الإسلام السني وتضخيم النواقص في طرق الحكم التي يكررها السيد أوباما هذا التضخيم منتشر اليوم في الفضاء الغربي لشيطنة الجزء الواقف على رجليه من العرب كما يتخذ ذريعة لتبرير تغيير التحالفات تبرز مسارات تغيير التحالفات جلية في قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي حيث قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند روسيا الاتحادية ليست عدوا ولا تشكل خطرا على أوروبا ولكن التغيير الأكبر في التحالفات واقع في منطقتنا إذ إن شعوبا عربية تكاد تباد سوريا من قبل قوات دولية روسيا بمباركة دول كبرى أو في الحد الأدنى دون أن يحتج أحد كما يحدث تدخل سافر من قوة إقليمية هي إيران في العراق ولبنان واليمن دون كثير من الضجيج الدولي ولا حتى القلق بل إن الحروب يمكن أن تنداح بسهولة إلى دول الجوار العربي المتاخمة لمناطق الاضطراب وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر